السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إسلامية يعبر بها المسلمون عن إيمانهم بالسلام نقول بأنها ليست فقط ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إسلامية يعبر بها المسلمون عن إيمانهم بالسلام نقول بأنها ليست فقط تحية إسلامية بل تحية عربية لكل من يؤمن بالسلام إنها وصية السيد المسيح لتلاميذه هنيئا لفاعلي السلام فإنهم أبناء الله يدعون إن المجزر التي جرت في كنيسة سيدة الحماية للسوريان الكاثوليك في العراق وراح ضحيتها عدد كبير من المصلين الشهداء وبينهم كهنين استوجبت الشجب العام من مختلف الجهات المسيحية والإسلامية في العالم العربي وخارجه إن صوت السيد المسيح لنا لا تخف أيها القطيع الصغير فقد سر أبوكم السماوي أن يعطيكم الملكوت صرخة للسيد المسيح الذي قال إذا أنا صلبت فأنتم على مثالي مصلبون مرت الكنيسة على العصور بأصعب الاتحادات وكان دوما دماء الشهداء بذور لنموها فهذا ليس بجديد بتاريخ المسيحية في الشرق إن صرخة السيد المسيح على الصليب اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون إنها صرخة كل إنسان معذب إنه وجع الإنسانية المتألمة وجع الله المتجسد في الإنسان فالإنسانية المتألمة هي أنين الله على الأرض فنحن ضد أي وظلم أتى من أي مصدر كان نحن مع السلام لكل شعوب الأرض نجدد على مسامعكم توصية أساقفة الكنيسة في السينودوس الذي عقد في روما في تشرين الأول 2010 وكان بعنوان الحضور المسيح في الشرق شهادة وشراكة فتقولت يتشارك المسيحيون والمسلمون معا في الشرق الأوسط في الحياة والمصير ومعا يبنون المجتمع لذلك من المهم تعزيز مفهوم الوطنية وكرامة الشخص البشري والمساواد في الحقوق والواجبات والحرية الدينية التي تتضمن حرية العبادة وحرية الضمير ونطلب المناهد المشتركة لكل أنواع الأصولية والعنف باسم الدين فباسمنا وباسم صاحب السيادة وأصحاب السماحة وباسم جميع الحاضرين نتوجه من كاتدرائية سيدة لبنان البرازيل بالتعزي الحارة لغبطة أبينا البطريارك مر إغناط يوسيوس في الثالي يونان والكنيسة السريانية الشقيكة ونسأل الله للشهداء الملكوت السماوي ولذويهم العزاء على فقدهم ونسأل العذراء مريم سيدة الحماية الدائمة أن تحمي هذا الشرق الذي ولدت وترعرعت فيه مع ابنها السيد المسيح وجميع الرسل أمين